بسمة مأساوية بدأت في 2012 في العاصمة الجزائرية بطلتها الفتاة بسمة الجميلة داتا السبعة عشر عاما داتا يوم جاء عند جارهم ضيف من فرنسا عندما دخلت بسمة لدكان جارهم لاشتراء حاجيتها شاهدها هذا الشاف فأعجب بها وترك لها رقم هاتفه فبدأ الاثنان بالتعارف قال لبسمة أن عمره 38 سنة ويعمل ميكانيكي في فرنسا مرت الأيام كبورت هذه العلاقة أصبحت بسمة تحب وهو يحبها ثم قرر خطبتها واشتر لها أن يكون الزواج في فرنسا عندما ذهبت بسمة لفرنسا رفقة والديها تم الزفاف في أفخم صالة في فرنسا كأنه عرص لأحد الأثرياء اندهشت بسمة من ذلك مر يوم الزفاف جيدا بعدها بأيام رجع والدة بسمة للجزائر أكيد بسمة كانت مع زوجها في الفندق لقضاء شهر العسل كانت بسمة سعيدة جدا في تلك الأيام لأن زوجها طيب معها وكان مثال للزوج الصالح عندما انتهى شهر العسل قالت بسمة لزوجها أنا فرحانة لأنني سوف أذهب لمنزلنا فقال لها لا لن نذهب لأن المنزل ما زالت فيه بعض الإصلاحات سوف نذهب لمنزل صديقي في ألماس ألماس مدينة تقع في الحدود بين سويسرا وفرنسا وقال أنه سوف يقيمان هناك لمدة قصيرة فقط فقابلت بسمة عندما وصل لبيت صديقه وجدت بسمة ذلك المنزل عبارة عن قصر كبير فيه ساحات واسعة فاندهشت وسألت زوجها كيف يترك لك صديقك هذا القصر كله فقال لها إنه مثل أخي عندما دخلت بسمة للقصر وجدته فخما جدا حتى المرآة فيه أغلى السيارات مكتت بسمة في ذلك المنزل أيام ولكن هذه المرة بدأت تلاحظ أشياء غريبة أولا أن زوجها منعها من استعمال الهاتف فسألته قائلة لماذا لا تشتري لي هاتف فكان دائما يقول لها في المرة المقبلة كانت تأتي مكلمات غريبة لزوج بسمة وكان لي يتكلم أمامها بل يذهب لغرفة أخرى شكت بسمة في تصرفاته في يوم من الأيام كان يجلسان مع بعضهم في الغرفة رن الهاتف تركها وذهب للتحدث تبعته بسمة فإذا به ينزل إلى القبو قام بفتح باب يؤدي لغرفة سرية دخل وبقي مدفها عند خروجه دهب بسياراته وخرج من القصر اقتربت بسمة من الغرفة السرية بسرعة وكانت الصدمة كبيرة أطنان من الكوكاين وعدد كبير من الأسلحة والنقود بينما كانت المسكنة مندهشة من ذلك المنظر غلق الباب عليها فحبست في الداخل لأن الباب كان أوتوماتيكي فبدأت تسرخ حتى رجوع زوجها عندما فتح الباب وجدها في الداخل فكانت بداية جحيم بسمة بدأ الزوج بالصراخ وقال لها نعم إنه عمل الحقيقي أن أتاجر مخدرات وأفعل كل شيء قام بدربها طم وضعها على كرسي ربط قدميها ويديها وحبسها في غرفة لمدة 29 يوما حتى المرحاة كان ممنوعا عليها صار يحضر أخاه أصغر منه ويأمره باغتصابها طم مارس جميع أنواع العنف عليها بعد مرور 29 يوما أحضر العمال له البضاعة فلما سمعت العمال صارت تسرخ لكي يسمعونها دخل لغرفتها وفتح ربط دراعيها وقدميها وألقاها في الأرض وهددها إن تنطقوا بكلمة سوف يقتلها بالمسدس نادى أحد العمال للزوج فخرج مسرعا غلق الغرفة ونسي هاتفه اغتنمت بسماء الفرصة واتصلت بالشرطة فقالوا لها لا تقطع المكالمة لكي نحدد جيدا المكان لما دخل الزوج فجأة أخفت الهاتف ولكنه سمع الشرطية تحدثوا فقام بدربها بعصى على رأسها فسقطت مغشية دخلت في غيبوبة لمدة 80 أشهر بسبب نزيف في الرأس عندما صحت من الغيبوبة وتحسن حالها اتصلت بعائلتها وحكت لهم كل شيء فذهب الوالدان لفرنسا ولم يفارقاها أبدا حتى تحسنت حالتها أما زوجها فتم القبض عليه وسجن لمدة 15 سنة وحماتها انتحرت